لما ندعو الله سبحانه وتعالى دائماً ندعو للأنفسنا يا ربي انطيني يا ربي اغفر لي يا ربي ارزقني يا ربي ادفع عني يا ربي شافني يا ربي احفظني يا ربي كله أنا هاي النون والياء على حال كلها ترجع إلى نفسي شافني عافني ارزقني اعطني يا إل شنو تمليك إلي أنا هذا طبع فاذا تقول لي يا ربي انت الآن اسمعوا جيداً هذا راح أقولها بشكل واضح لو قيل لي أنه عندك ساعة عندك ساعة مهمة جداً وراح تكون في موقف مهم جداً وقد يستجاب الدعاء يستجاب الدعاء زين وأنا لازم أقعد أفكر شون أدعو ولمن أدعو وشون أدعو بماذا أدعو أنطوني فرصة لمدة الساعة صدقوني أعتقد تسعة وتسعين بالمئة تسعة وتسعين خليت واحد بالمئة من باب الاحتمال تسعة وتسعين بالمئة من الناس لما تقول لها طيني الأدعي اللي راح تدعيها في خلال هذه الساعة راح أشوف كلها الصد بمصدحتها أريد بيت أريد زوجة أريد فلوس أريد قضاء الدين أريد العافية أريد 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 كلها تسعين بالمئة من الناس هذه الحالة قلت ليست حراماً أصلاً محرام وما فيه مشكلة ولكن الإسلام يريد أن يدفعنا أن نفكر في الآخرين وندعو للآخرين ونهتم بالآخرين هذه نصافاً الروايات الشريفة وتعاليم الأهل اللي بيت تدفع بهذا الاتجاه لما يقول لي عندك أنت ساعة دعاء قد يكون مستجاب أنا لازم أستحذر الأمور المهمة اللهم نفرج عن إمام زماننا شوفوا لما يفرج عن إمام زماننا خب بلا أشكال فرجه فرجنا فرجه فرجنا لما هو الله يفرج عنه رح يفرج عننا إحنا عن الإمام إذا الله فرج عنه صلى الله عليه إحنا هم رح يفرج عنه اللهم مثلاً أرزق المؤمنين البصيرة والحكمة والعافية مؤمنين إذا صاروا أصحاب حكمة وعقل وبصيرة مجتمعه وإي رح مشاكل تخف قضايات تخف وتعمل شنو؟ تعمل السعادة فالتفكير أن أدعو للآخر أن أدعو للآخرين هذا أمر مهم جداً وليس قضية فقط أن تنكر نفسك وتقلل أنانيتك ليس فقط هذا بقدر ما أنه الله سبحانه وتعالى يرغب في هذا الاتجاه يعني يرغب أن الإنسان يدعو لغيره شكراً للمشاهدة